بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثالثة في المقرر Information Security Operations Center أو Information Sock واللي بعنوان Network Protocols and Services Analysis كنا يعني دينا فكرة عن ال Operating System اللي هو Linux ويعني عرفنا التفاصيل المهمة في Linux النهاردة ان شاء الله هنحاول مع بعض نرفيوه خلال المحاضرة ديا جزء كبير من ال Network Protocols علانه ان شاء الله علشان بإذن الله نستخدمهم بعد كده وإحنا بنعمل Analysis للبروتوكولز دي وبالتالي خلال المحاضرة ان شاء الله هنتكلم على ال IP version 4 والIP version 6 ونشوف ازاي البروتوكولز دون بيساقورتو ال Network communication هنتكلم كمان على ال ICMB أو ال Internet Control Message Protocol وازاي بنستخدم البروتوكول ده علشان نختبر ال Network connectivity ونتعرف على الرسائل الخاصة بالبروتوكول ده سواء لل version 4 وكمان version 6 كمان هنتعرف على ال ARB والARB issues بعض كده المشاكل المتعلقة بالARB أو address resolution protocol بعد كده هنتكلم على ال Dynamic Host Configuration Protocol أو ال DHCP وازاي طبعا بيشتغل بعد كده هنتكلم على ال DNS domain name system وقبل ال section قبل الأخير أو يعني المقطع القبل الأخير هنتكلم فيها عن ال NET أو Network address translation وهنختم المحاضرة ان شاء الله بكلامنا على ال E-mail و ال HTTP يعني دول زي ما حضرتكم شايفين كده يعني من أهم ال البروتوكول اللي تشتغل فيه ال Network فلازم طبعا تتعرف عليها كويس ونشوف ازاي نعمل لها analysis في ال Network كمان ان شاء الله هتضمن المحاضرة معملين بإذن الله هنعملهم على ال War Shark ونشوف ان شاء الله كل معمل هنستفد منه ايه بالظبط ستفقنا بإذن الله ونفكركم تاني ان كل المعامل بإذن الله بتكون مباشرة في الحلقات النقاشية بإذن الله اول جزء في المحاضرة بنتكلم على ال IP version 4 و ال IP version 6 وبالتالي هنتكلم على ال Network Layer زي ما حضراتكم عارفين Network Clear هي Layer الثالثة من ال OSI Model تمام؟ ويعني لو عملنا المابنج اللي حضراتكم تعرفوه ما بين ال OSI Model و ال TCP IP Model تمام؟ هنلاقي ان ال Network دي اللي بنعبر عنها باللير اللي اسمها Internet في ال TCP IP زي ما حضراتكم عارفين ال Network Clear دي اللي نستخدمها علشان بقى من خلالها نسمح ليه ال End Devices او Two Computers يعني اللي هم بيتكلموا مع بعض في ال Network انه هم يتبدلوا ال Data across the Network من اهم طبعا ال Protocols اللي هي يعني تدعم في هذه اللير او في هذه الطبقة اللي هم ال IP Protocol او ال Internet Protocol بال Two versions بتوع او بالاصدارين بتوعه اللي هو الاصدار الرابع والاصدار السادس او version 4 و version 6 دول طبعا ال ال Principle Network Clear Communication Protocols في ال Network Clear وعندنا كمان حاجة زي ال OSPF OR ال Open Shortest Path First وده واحد من اهم ال Routing Protocols زي ما حضراتكم تعرفوا طبعا ال Dynamic Routing Protocols بشتغل بيزد على Link State كمان من البروتوكولز المهمة في ال Network Clear اللي هو ICMP او ال Internet Control Message Protocol بفكر حضراتكم تاني بأن ال Network Clear عندها العديد من الوظائف تمام؟ اول حاجة طبعا ال Addressing الخاص بال End Devices ولو هنعرف كلمة End Devices كده يعني تعريف شوية يعني عام هو اي device بيسند ويسيف باكت في ال Network تمام؟ وبالتالي ممكن يكون زي ما حضراتكم عارفين بقى جهاز كمبيوتر ممكن يكون اي بقى جهاز في ال Network مثلا اي بي فون ممكن برينتر ممكن سكانر ممكن اي جهاز في ال Network بيستقبل ال Data او ده قدر تسند منه Data معينة وبالتالي عن طريق ال Network Clear نقدر نعمل Addressing ال End Devices على اعتبار ان كل End Devices هياخد IP Address وحيد علشان نايدنتفاي الجهاز ده بال IP المفروض اللي هو اخده او اللي هو عليه كمان بيحصل على مستوى ال Network Clear ال Encapsulation تمام؟ ال Network Clear بت Encapsulate ال BDU او البروتوكول Data Unit من اللير التي تعالوها اللي هي Transport Layer خلاص زي ما حضراتكم عارفين البروتوكول Data Unit على مستوى ال Transport Layer بيبقى Segment السيجمنت دي بتنزل على ال Network Clear بيتضاف ليه السيجمنت دي هيدر وبالتالي تتحول الى Bucket ومن ثم حصل ال Encapsulation اللي مفروض يعني بيحصل على مستوى ال USI او على مستوى ال TCP IP كمان بيحصل عند ال Network Clear عملية ال Routing ومن خلالها ال Router بيختار The Best Path افقر احسن مصار علشان يفورد ال Bucket الى Destination او الى الجهاز اللي هو المفروض هيستقبل ال Data ديا او ال Bucket ديا كمان بيحصل عند ال Destination D Encapsulation تمام؟ بحيث ان هو يقدر ياخد ال Bucket دي بقى وبعد ما ما يحصل لها دي Encapsulate على مستوى ال Network Clear عند ال Destination بيبدأ يطلعها دي Transport Layer علشان تكمل الرحلة الخاصة بيها لحد ما تصل ال Application Layer IP Encapsulation زي ما قلنا وزي ما اوضحنا ان حضرتك لو تخيلت معايا ادي هو ال Transport Layer ادي ال Transport Layer اللي ال Protocol Data Unit عندها بيكون اسمه segment وبالتالي ادي segment header ودي ال Data اللي هي نزلة منين يا جماعة نزلة من ال Application Layer يعني زي ما حضراتكم معارفين ان فوق Transport Layer فيه ال Application و ال Protocol Data Unit على مستوى ال Application Layer بيكون اللي هي ال Data نفسها بتنزل على ال Transport Layer طبعا بيحصل لها segmentation بيتاخد كده جزء من ال Data ويتضاف ليه segment header وبالتالي يتحول الى segment تنزل بقى ال Network Layer زي ما اشارنا فيه الشريحة السابقة بيتضاف عليها IP header وبالتالي بتتحول الى IP bucket زي ما اشارنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين ال IP بيستخدم For End To End Communication يعني ايه حضرتك End To End Communication يعني عاوز اقول لحضرتك ان المفروض ال IP address بمجرد ما يخرج من السورس لا ال IP as a source ولا ال destination بيتغيروا على طول الرحلة الخاصة بال Data لما تتحرك من السورس الى destination والله الا اذا يعني لو فيه ناتنج حصل فيه الموضوع لو فيه Network Address Translation ممكن ال IP ده يتغير طبعا اثناء عملية ال NAT ايه الكاركترستيكس الخاصة بال IP ايه الخصائص الخاصة بالانترنت بروتوكول المفروض ال IP ده Designed على انه يعني بيعملك low overhead في ال Network وبالتالي ما عندوش كده مثلا حاجة زي تي سي بي بيعملها ما عندوش مثلا يبدأ السورس يتأكد بالفعل ال destination موجود لا علشان كده بنقول عليه له يعتبر له اوبرهيد بروتوكول تمام على طبعا ال Network ودي ال basic characteristics او الخصائص الاساسية ليه ال IP Address اول حاجة ال IP as a protocol هو Connectionless Connectionless يعني ايه؟ يعني زي ما لسه ايه اللي حضرتك من شوية صغيرين جدا ان ما فيش اي connection بيحصل لها established تمام؟ ما فيش اي connection بتتعمل تمام؟ ما بين السورس وال destination قبل ما السورس يبعت اي data packet لل destination عشان كده بنقول عليه هو connectionless تاني خاصية لل IP تمام؟ اللي هي السورس او بنقول عليه يعني السورس لما يبعت اي باكت لل destination ال destination مش بجرانتي على الباكت دي يعني ببساطة جدا مش بيبعت acknowledge يقول والله ان ال data اللي بعتها للسورس دي بالفعل وصلتنا تالت characteristics اللي هو media independent media independent يعني ايه حضرتك؟ media independent يعني ال IP as a protocol لا يعتمد باي حال من الاحوال على الوسط اللي ما بين السورس وال destination يعني مش فرقه معاه اذا كان الميديم ده كبر اذا كان فايبر اذا كان وارلس ما عندوش اي مشكلة خالص بيشتغل طبعا مع كل الميديا ديا وبالتالي هو is not independent of the medium طيب هو احنا ليه احتاجنا اصلا ال IP version 6 طيب ما كنا شغالين على ال IP version 4 طبعا ال IP version 6 يا جماعة زي ما حياتكم عارفين صممة علشان يكون الساكسيسورو الخاص بال IP version 4 ال IP version 4 مع طبعا ظهور التكنولوجس طبعا وزي ال IOT وما شابه اصبحنا عاوزين اعداد IPs بصورة كبيرة جدا وطبعا ال IP version 4 عنده limitation زي ما حياتكم عارفين بيوفر لنا تقريبا اربعة مليار وشوية وده غير كافي تماما لاحتياجنا الشديد لل IPs على مستوى بقى الاشياء وعلى مستوى كل الدفايس اللي حوالين علشان كده جاء ال IP version 6 طبعا ب 128 bit address space تمام وده في الحقيقة عملي تقريبا 340 on this one possible addresses علشان كده حتى يعني قيل قولا مشهور كده ان ال IP version 6 اصبح يعني يعني يقدر يكفي كل حبة راملة على الكولة الارضية وبالتالي مش في احتياج ابدا ل new IP وبالتالي جاء فعلا حل محل ال IP version 4 وعاز اقول لكم ان يعني ISPs او انترنت بروفايدر كتير ناس كده من مزودي الانترنت بالفعل يعني عملوا يعني مثلا زي يوتيوب مثلا زي 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 بالاضافة عملوا بالفعل اللي شغال عندهم هو IP version 6 فقط تمام وبالتالي زي ما اوضحنا ان هو اللي خلى فيه موتيفيشن تمام ان الناس تعمل طبعا من وتبدأ طبعا ايه تستخدمه زي ما حضراتكم شايفين دول اللي احنا بنقول عليهم تمام بيبقى طبعا فيه مؤسسة كده مسؤولة عن يعني كل يعني جزء من خريطة العالم زي ما انتم شايفين وبيبقى طبعا هي مسؤولة عن وزي ما انت شايف بيقولك ان المفروض يعني يحصل له يعني سنة كام وبنان عليه المفروض الشركات والمؤسسات والدول في الاريا دي تعمل الترانزيشن لل اي بي فيرجن سيكس ادي الاي بي فيرجن سيكس يا جماعة ادرس فورمات زي ما قلنا لحضراتكم من شوية بساط ان هو بالفعل بيتكون من مية تمانية وعشرين بيت اللينث تمام وخلي بالحضرتك المية تمانية وعشرين بيت دول بيحصلهم باستخدام الهيكس ديسو مالوز يعني يعني ال اي بي فيرجن سيكس بيكتب الهيكس ديسو مالوز طبعا زي ما انتم عارفين كمان? لو جيت حضرتك بسيط كده هتلاقي ان عبارة عن ايه? عبارة عن تمانية كل بارت من دول بيتقال عليه زي ما احنا بنقول على الاجزاء الموجودة في ال اي بي فيرجن فور اكتت تمام? فاحنا يعني ان فورمال يمكن نقول على كل جزء من الاجزاء دي في ال اي بي فيرجن ساكتس هيكستت وبياخد طبعا قيم من زيرو 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 الى اف 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 طبعا الفور هيكست اسمه طبعا اربعة فاربعة بيديلك ستاشر بايناري ديجت لو حضرتك دربت الستاشر دي في تمانية هتديك بالفعل المية تمانية وعشرين بت اللي ال اي بي فيرجن ساكس بيتكون منهم. طيب يا ترى ايه الفورمات الخاص بال اي بي فيرجن ساكس? يعني ال اي بي فيرجن ساكس ده بيكتب ازاي? في الحقيقة بيكتب باكتر من صورة. تمام? هناخد اول صورة فيه اللي هي الفورمات اللي هو الشكل بتاعه زي ما اتفقنا ثمان اجزاء. تمام? وكل جزء طبعا بنعبر عنه بالمسمى اللي هو لسه اللي حضرتك عليه اللي هو الهكستيت. ودي امثلة على ال اي بي فيرجن ساكس. تمام? طبعا زي ما حضرتك شايف يعني ال اي بي فيرجن ساكس مقارنة بال اي بي فيرجن ساكس مسلا اما تقول 192 مسلا سي 168 واحد واحد طبعا يصعب يعني بصورة كبيرة ان احنا نحفظ ال اي بي فيرجن ساكس بالصورة دي. علشان كده بقى عندي رولز ممكن من خلالها ان احنا نبسط شوية ان احنا نعمل سيمبليفاي لصورة ال اي بي فيرجن ساكس. يا ترى ايه هي الرولز دي. او الرول في الحقيقة ان ان حضرتك ممكن تعمل امت زيروس يعني ايه? يعني كل الاصفار اللي هي ناحية اليسار ممكن حضرتك تحزفها. بمعنى ان لو كان مسلا احد الهكستيت مكتوبة بالنظام ده زيرو مسلا تسعة اف زيرو فحضرتك السفر نحت الشمال ده ممكن تحزفه. وهكذا صفر ايه صفر 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 صفر. وبالتالي ممكن تكتب الهكستيت بالصورة دي. معنى كده ان لو عند حضرتك بريفيرد فورمات. تمام? عبارة عن الفين وواحد بعد كده زيرو دي بي تمانية بعد كده اربعة صفار بعد كده اربعة وحايد بعد كده اربعة صفار بعد كده اربعة صفار بعد كده زيرو اتنين زيرو زيرو. كل الاصفار اللي هي نحية اليسار دي كلها حضرتك ممكن تحزفها. تمام? وبالتالي بيبقى ظهرت لك صورة جديدة للايبي فيرجن سيكس بنسميها نوليدنج زيرو بالمنظر ده. تمام? وطبعا الصورة دي او الفورمات ده صحيح. والفورمات ده صحيح. بيزد على اول رول. تاني رول بتساعدنا ان احنا نبسط شوية صورة الايبي فيرجن سيكس ان اي ستريموف زيروس يعني اي تسلسل من الاصفار بيجي ورا بعضه. ممكن حضرتك تشيل التسلسل من الاصفار ده وتستعيد عنه بيه دابل كولين. دابل كولين يعني كولين مرتين. بس خلي بالك احذر ان حضرتك ما تقدرش تستخدم الدابل كولين في الايبي فيرجن سيكس الا مرة وحيدة. تمام? وبالتالي لو استخدمتها اكتر من مرة في الايبي فيرجن سيكس خلاص ده المفروض دابعا انكوركت فرمات للايبي فيرجن سيكس. واقول لحضرتك ايه ليه السبب ليه انا ما قدرش استخدم الدابل كولين اكتر من اكتر من مرة. طبعا حضرتك ما تقدرش استخدمها اكتر من مرة لان احنا بالصورة دي مش هقدر ارجع الصورة الاساسية للايبي فيرجن سيكس. تمام? يا طرى ازاي? مش احنا اتفقنا ان الايبي فيرجن سيكس عبارة عن تمانية هيكستات لما تعد كده معايا واحد اتنين تلاتة اربعة. وبالتالي يتبقى لينا اربعة هيكستات لسه. لما حضرتك تكتب اتنين دابل كولين في الايبي فيرجن سيكس. طيب يا طرى بقى كان هنا عندي هيكستات وهنا تلاتة? ولا هنا تلاتة وهنا واحد? ولا اتنين واتنين? وبالتالي مش هنقدر نرجع الايه? البرفيرد فورمات. علشان كده قلنا حضرتك تخلي بالك الدابل كولين تستخدم في الايبي فيرجن سيكس مرة وحيدة. ما فيش ما يمنع ان انا اريبريزنت او اعبر عن الايبي فيرجن سيكس باكتر من صورة. بس اه اه نخلي بنا طبعا من تطبيق القواعد بصورة سليمة. وبالتالي لو انا عندي بريفيرد فورمات للايبي فيرجن سيكس بالمنزر ده. تمام? لو حضرتك ملاحظ معايا ادي استريمه في زيروس اهو. تمام? ادي 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 يعني يعني اكتر من هيكستات وورا بعده كلهم اسفار. تمام? معنى كده حضرتك عاوز تقولي ان انا ممكن اشيل الاصفار دي كلها. واستعيد عنها بي دابل كولن نعم. ومع تطبيق القاعدة الاولى ان انا اشيل كمان الاصفار لنيحة الشمال. وبالتالي هتلاقي شكل الايبي فيرجن سيكس. تمام? تم تبسيطه بصورة كبيرة عن البريفيرد فورمات. تمام? طبعا ده بيبقى اه 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 بنسميه اللي هو الايه? اللي هو الكومبريزد اه 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 فورمات. وبالتالي بقى طبعا صورته ابسط بكتير من البريفيرد. ايبي فيرجن سيكس بريفكس لينث. والبريفكس زي ما حضراتكم عارفين ده بيبقى يعني اه اه كان بي ادنتفايد باي دوتد ديسمال صب نت ماسك او بريفكس لينث. لو حضرتك تفتكر في الايبي فيرجن فور. كنت بتكتب الايبي والصب نت ماسك كنت حضرتك بتعبر عنه بي اه اه صورتين. يا اما كنت بتكتب الصب نت ماسك بالصورة دي يعني اللي احنا بنسميها دوتد ديسمال. يا اما كنت بتعمل سلاش وبتكتب عدد الوحايد اللي بيتضمنها لصب نت ماسك. زي ما حضرتك عارف ان صب نت ماسك ميتين خمسة وخمسين دوت ميتين خمسة وخمسين دوت ميتين خمسة وخمسين دوت زيرو. الميتين خمسة وخمسين دين في الاصلة وحضرتك حولتها الى بايناري نمبر بتبقى عبارة عن تمانية وانز. تمان وحايد كده جنبه بعد. تمام? وبالتالي لو حضرتك حسبتلي عدد الوحايد في صب نت ماسك ده تلاتة في تمانية يدي لك اربعة وعشرين نتج اربعة وعشرين وبالتالي ممكن ممكن بتاعت الدوتد ديسمال للصب نت ماسك عبر عنها بيه البرفاكس سلاش اربعة وعشرين نعم. تمام? وده اللي احنا بنسميه الايه? البريفاكس. في الابي فيرجان سيكس بنسميه بريفاكس لنس وبياخد نفس الميني نفس المعنى. وبالتالي زي ما حضرتك عارف الابي فيرجان سيكس بيتكون من بريفاكس تمام? وبيتكون من انترفيس اه اه اي دي. وطبعا اه يعني عادة بنحط طبعا البريفاكس لنس اللي هو ده 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 التاريج لا أفعل هذا في الافي فيرجان سيكس اللي هو سلاش اربعة وستين على اعتبار ان بيبقى عندك اربعة وستين بيعبرو لك عن البرفاكس او جزء يعني الناتورك زي ما كنا بنقول في الافي فيرجان سيكس و اهнаруж اربعة وستين بيت تانية بيعبرو لك عن الانترفيس اي دي او جزء الايه الخوز زي ما كنا طبعا بنقول في الافي PHO بعد كده هنبدأ نتكلم على الائي سي ام بي او الانترنت كنترول ماسيج بروتوكول طبعا يا جماعة الانترنت كنترول ماسيج بروتوكول من البروتوكولز المهمة جدا عندنا في الناتورك واللي من خلاله بيقدر يدي لحضرتك فيدباك عن الاشوس اللي هي عملية البروسيسنج الائي بي باكت في الناتورك وبالتالي تقدر حضرتك من خلال الائي سي ام بي ان انت تتعرف على حاجات كتيرة جدا في الناتورك ولأسباب امنية حضرتك لازم تخلي بالك من الرسائل الخاصة بالاي سي ام بي دي خصوصا الرسائل اللي هتخرج برا الناتورك بتاعتي تمام وبالتالي حضرتك لازم من عملية المراقبة والتحليل اللي حضرتك بتعملها على الناتورك تلاحظ كل الرسائل الخاصة بالاي سي ام بي سواء بقى الرسائل اللي هتدخل عندك الناتورك او اللي هتخرج من الناتورك علشان بتحمل يعني في الحقيقة معلومات يعني كتيرة جدا عن الناتورك بتاعتك وبالتالي لازم حضرتك يعني تتوخل حضرتك وتخلي بالك من الاي سي ام بي ماسجيس او الرسائل الخاصة بالاي سي ام بي سواء اللي هتدخل الناتورك الخاصة بحضرتك او اللي هتخرج من الناتورك الخاصة بحضرتك عندي طبعا زي ما انت عند حضرتك اي بي فيرجان فور و اي بي فيرجان سيكس فاحنا عندنا برضو اي سي ام بي فيرجان فور و عندنا برضو اي سي ام بي فيرجان سيكس من 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 اشهر الماسجيس الخاصة ليه الخاصة بالاي سي ام بي في التو فيرجانس مسج مثلا زي الهوست كونفرميشن زي الديستينيشن او سيرفيس ان ريتشابل زي الطايم اكسيدد مسج و كمان الروت ري دايريكشن طبعا عندي مسجيس كتيرة جدا من الاي سي ام بي ممكن طبعا نريفيو الماسج من خلال السايت بتاع الايانة حضرتك بتقدر تبص الماسج وتفاصيلها ايه و الكود بتاعها ايه وكل حاجة تخص الاي سي ام بي مسجي بعلو نتعرف مثلا على ال واحدة من من اشهر الاي سي ام بي مسجيس اللي احنا بنستخدمها فور هوست كونفرميشن واللي يمكن كلنا نعرفها وكلنا بنستخدمها اللي هي البنج مسج تمام البنج مسج زي ما حضراتكم معارفين بتستخدمها حضرتك علشان تشيك الريتشابلتي ما بين موجودين عندك في الناتورك او يعني اا 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 ريموت لي ما عندكش مشكلة اخرص ان حضرتك تعمل بنج من اا اتش وان على اتش تو علشان تشيك الريتشابلتي هل بالفعل فيه ٣ وان غيرتشابلتي ما بين اا اا ال ٢ واطس دول ولا لا يمان؟ مش شرط طبعا ان هما يكون في نفس السابنت او في نفس الناتورك بدليل ان مثلا هوست وان ده مسلا سيف ناتورك واحد الهوست اتنين ده مسلا سيف ناتورك تلاتة وبالتالي اا 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 اوست اتنين ده في ريموت ناتورك في ناتورك بعيدة اصلا عن ال الي فيها هوست واحد طيب ايه يا ترى اللي بيحصل لما حضرتك تعمل الكماند او الامر بتاع بينك وانت على هوست واحد في الحقيقة حضرتك كأنك بتبعت ميسج اسمها ايكو ريكوست الميسج دي بتتبعت لي الديستينيشن والديستينيشن بيرد على حضرتك بميسج اخرى اسمها ايكو ريبلاي ومنها تتأكد بالفعل اذا كان الهوست ده ريتشابل او حضرتك تقدر تتكلم معاه من خلال الناتورك ولا لا او حضرتك يعني زي ما احنا بنقول كده شايفو يعني شايفو يعني ايه يعني حضرتك بتبعت له ميسج بيرد عليك الايه الميسج بيه ميسج اخرى من خلال طبعا الايكو ريكوست والايكو ريبلاي ان ده بيتمي من خلال واحدة من اشهر اليوتاليتز الخاصة بالايكو سيم بي اللي هي بنسميها البينج يوتاليتي destination او service enrichable ودي من المسجز يا جماعة الخطيرة جدا عندنا في النتور تمام؟ لما يكون عند حضرتك هوست او جيتوي بيستقبل باكت تمام؟ ومش قادر يعمل لها deliver فبيعمل ايه؟ فبيجي بعت لحضرتك ICMP destination enrichable message بس مش بتاخد بالك ان الرسالة ديا بتتضمن هي enrichability جاية منين؟ يعني هو مش قادر يصل ل destination ليه؟ تمام؟ قادي على سبيل المثال بعض الاكواد لو مثلا جاي zero في المسج ومعنى كده ان الشبكة نفسها هي enrichable لو واحد يبقى ال host نفسه اللي حضرتك او السورس ده عاوز يتكلم معاه او عاوز يصل اليه هو enrichable طيب لو الكود ده اتنين يبقى ال protocol هو enrichable طيب لو الكود ده ثلاثة يبقى ال port هو enrichable معنى كده ان بيكون الرسالة ديا بتحمل سبب عدم الوصول او الرسالة سببه ايه بالظهر؟ عشان كده قلت لك خلي بالك كويس جدا من ال ICMP messages وما تحملها من معلومات time exceeded message ودي برضو يعني من المسج المهمة جدا التابعة برضو ليه ال ICMP تمام؟ وفي الحقيقة ال IP version or ICMP version for time exceeded message بيستخدمها الروتر علشان indicate that the packet can't be forward ليه؟ لان TTL field الموجود في ال header الخاص بال IP version 4 تمام؟ حصل له decrement لحد ما وصل الى قيمة 0 تمام؟ ده معناه ان الروتر بيعمل ايه؟ بيدسكارد المسجين عمره ما يعديها تمام؟ توضيحا لهذا الامر حضرتك عارف ان احنا في ال هيدر الخاص بال IP version 4 احد الحقول الموجودة فيه احد الفيلدس الموجودة فيه فيلد اسمه TTL او time to live تمام؟ حضرتك عارف كمان ان الباكت بمجرد ما تصل ليه الروتر الروتر بيعمل ايه؟ بيبص للقيمة بتاعت TTL ديا وبيجي عامل من اصحب واحد تمام؟ والله لو كان جاي لحضرتك TTL دي اصلا بواحد وبالتالي وصلت للروتر نقص منها واحد وبالتالي وصلت الى السفر معنى كده ان الباكت دي ما ينفعش اصلا الروتر يعمل لها فوروردي لانها كده خلاص ديت ماتت عشان كده بنقول لحضرتك ان الفيلد ده الموجود في الهيدر بتاع الائي بي هو اللي بيحدد عمر الباكت في الناتورك تمام؟ طبعا كل ما يحصل decrement 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 ليه الباكت وصلت لزيره خلاص الروتر بيمنع ان هو يفورورد الباكت ديا الى اي destination ومن ثم بيبعث المسج اللي هي time exceeded message ليه السورس او ليه اللي بعت المسج ديا وبالمناسبة يا جماعة هي ديا الفكرة اصلا القائمة عليها اليوتاليتي اللي اسمها trace route واللي من خلالها بنكتشف كل الهوبس او كل الروترز الوسيطة اللي بنعدي من عليها لما الباكت تنتقل من السورس تروح نفس الفكرة الائي سي ام بي فيرجن سيكس ايضا بيسند time exceeded message تمام؟ لو الروتر مش قادر يفورورد الاي بي فيرجن سيكس باكت لان الباكت اكسبايرت بس في الحقيقة انا عندي في الاي سي ام بي فيرجن سيكس او في الاي بي فيرجن سيكس ما عنديش فلد اسمه تي تي ايل انا عندي فلد زيه بالزبط شبيه ليه بالزبط بس اسمه hop limit تمام؟ يبقى حضرتك عارف ان في الاي بي فيرجن فور الهيدر بتاع الاي بي فيرجن فور الفيلد اللي بيحدد عمر الباكت في الناتورك اسمه تي تي ايل في الاي بي فيرجن سيكس لا اسمه hop limit لكن نفسه وظيفته بالزبط نفس الفنكشناليتي بتاعته زي ما شرحناها بالزبط اي سي ام بي فيرجن سيكس راوتر سوليسيتيشن ان راوتر ادفرطايزمنت ميسيجز طبعا زي ما حضرتك عارف ان الاي سي ام بي فيرجن سيكس هو كمان عنده مميزات عديدة عنده تحصينات كتيرة مكادش موجودة في الاي سي ام بي فيرجن فور تمام؟ في الحقيقة الاي سي ام بي فيرجن سيكس عنده فور نيو بروتوكولز تمام؟ اللي احنا بنسميهم با او بي اكتو ازا بارت او جزء من بروتوكول اسمه النيبر ديسكافري بروتوكول اللي احنا بنسميه الان دي بي او اختصارا ممكن نقول عليه ان دي نيبر ديسكافري يا ترى ايه المسجز دي؟ عندي في الحقيقة مسجز ما بين الاي بي فيرجن سيكس راوتر والاي بي فيرجن سيكس نود مسج اسمها راوتر سوليسيتيشن تمام؟ ومسج اخرى اسمها راوتر أدفرتيزمين دول اول تو مسجز التو مسجز اللي بعد كده دول في الحقيقة بيكونوا ما بين الاي بي فيرجن سيكس ديفايسس تمام؟ والمتمثلين في نيبر سوليسيتيشن ونيبر ادفرتيزمين ايه يا ترى المسجز دي؟ اول حاجة الراوتر سوليسيتيشن المسجن ما بين الاي بي فيرجن سيكس راوتر والاي بي فيرجن سيكس ديفايسس زي ما حضراتكم عارفين ان الراوتر سوليسيتيشن او الراوتر ادفرتيزمين مسج دي رسالة يتم ارسالها من الراوتر اللي هو يدعم الاي بي فيرجن سيكس علشان يزود الهوستس او الديفايسس بمعلومات يقدر من خلالها الديفايس ده يكون الاي بي فيرجن سيكس الخاص بيه وده بالفعل اللي بيتم عن طريق الاي بي فيرجن سيكس او اللي احنا اختصارا بنقول عليها سلاك الراوتر يا جماعة اللي هو يدعم الاي بي فيرجن سيكس بالفعل بيبعت راوتر ادفرتيزمينت مسج بطريقة منتظمة تمام؟ كل وقت معين او بيرد على رسالة مبعوتاله من الاي بي فيرجن سيكس اسمها راوتر سليتيشن او راس بيتوسل للراوتر اللي هو عنده المعلومات الخاصة بالاي بي فيرجن سيكس انه هو يرد عليه براوتر ادفرتيزمينت علشان يقدر ياخد يحصل منه على الادريسنج انفرميشن اوتوماتيكلي تمام؟ من الراوتر اللي هو المفروض بيدعم الاي بي فيرجن سيكس وبالتالي الهوست بيبعت راوتر سليتيشن والراوتر بيرد عليه براوتر ادفرتيزمينت بالنسبة للتو ماسجس التانيين اللي احدا بنستخدمهم فور ادريس ريزيليوشن ايه ده ادريس ريزيليوشن اه وبالتالي نقدر نقول ان النيبر سليتيشن والنيبر ادفرتيزمينت دول بالزبط عاملين زي الارب الموجود على مستوى الاي بي فيرجن فور ما انتخلي بالحضرتك انا في الاي بي فيرجن سيكس ما عنديش حاجة اسمها ارب تمام؟ لكن عندي نيبر سليتيشن والنيبر ادفرتيزمينت الرسالتين دول بيقوموا بالزبط بنفس التو ماسج الخاصين بالارب اللي هما الارب ريكوست والارب ريبلاي وبالتالي نيبر ادفرتيزمينت مسج بتتبعد كرسبونس لنيبر سليتيشن مسج تمام؟ على اعتبار مثلا تخيل كده معايا حضرتك ان ده السورس بي سي عاوز يكمنيكيت معا ديستينيشن عاوز يتواصل معا ديستينيشن على الاي بي فيرجن سيكس نتورك وكان السورس ده يعرف الاي بي فيرجن سيكس الخاص بالديستينيشن لكن ما يعرفش الماك طيب هيتصرف ازاي حضرتك؟ زي ما بالزبط بيحصل على مستوى الارب تمام؟ هيبعت نيبر سليتيشن والنيبر سليتيشن دي تتبعت لكل الاجهزة الموجودة في النتورك والله الجهاز اللي ليه بالفعل الاي بي فيرجن سيكس ادرس ده هو الوحيد اللي هيرد عليه بنيبر ادفرتيزمينت وتحمل الرسالة دي الماك ادرس الخاص بهذا الجهاز وبالتالي يقدر بالفعل طالما الجهاز ده وصل له الماك خلاص بقى يبدأ يتواصل معا الديستينيشن من خلال الاي بي ادرس الخاص به والماك ادرس او الفيزيكال ادرس كمان يا جماعة بنستخدم النيبر سليتيشن والنيبر ادفرتيزمينت فيه بروتوكول مهم جدا عندنا في الاي بي فيرجن سيكس بنسميه داد او دابلكت ادرس دي تيكشن ايه ترى ده ده وبساطة جدا لما جهاز في الاي بي في سيكس او في الناتورك اللي شغاله بالاي بي في سيكس بيحصل على اي بي فيرجن سيكس بيبقى عاوز يتأكد ان مفيش اي جهاز اخر عنده نفس الاي بي واخد نفس الاي بي تمام علشان يتأكد من هذا الموضوع الجهاز ده بيعمل ايه بيبعث حضرتك رسالة اسمها نيبر سليتيشن بالاي بي ادرس اللي هو اخده تمام ويستنى ينتظر فترة من المعينة من الوقت لو ما جلوش اي رد للنيبر سليتيشن دي برسالة اخرى اسمها نيبر ادفرتيزمينت من ثم يتأكد بالفعل ان الاي بي اللي هو عنده اي بي يونيك اي بي وحيد اي بي فريد مش موجود عند اي جهاز تاني داخل الناتور بنتكلم بعد كده على الارب والارب ايشوس وزي ما انا لسه قايل من شوية بصوت ان الارب ده يا جماعة هو البروتوكول اللي بيستخدمه الاي بي فيرجان فور تمام او اللي بيستخدم على مستوى الاي بي فيرجان فور ناتورك واللي من خلاله السورس اللي هو عنده الاي بي ادرس ومش عارف الماك يقدر يتعرف على الماك من خلال الارب بروتوكول خلي بالحضرتك الجهاز اللي هو موجود في سيرتن في ناتورك معينة تمام ممكن يكمنيكيت مع اي حد داخل النتورك من غير ما يكون محتاج لأي جيتوي علشان يخرجه برا النتورك طالما هو هيتواصل مع جهاز موجود معاه في نفس النتورك طيب لو حابب الجهاز ده ان هو هيتواصل مع جهاز اخر مش موجود في نفس النتورك لأ في هذه الحالة لازم وحتما ولابد من وجود جيتوي تمام ياخد الماسج بتاعت حضرتك اللي هي في اللوكا النتورك بتاعتك ويخرجها الى الريموت نتورك وبالتالي النجست هوب الخاصة بالجهاز ده اللي هو السورس تمام هتكون طبعا الراوتر وبالتالي يقدر الراوتر ده يوصله له الهوب اللي بعدها لحد ما الباكت دي انتصل له الديستينيشن ادي الارب اوفر فيو زي ما قلت لحضرتك ان لو كان عندك مثلا في اللوكا النتورك بتاعتك اتش واحد خلاص عاوز يكومونيكيت معه مثلا اتش اربعة وكل اللي يعرفه اتش واحد ده يعرف الاي بي ادرس الخاص باتش اربعة اللي هو مثلا مية اتن وتسعين دوت مية تمانية وستين دوت واحد دوت سبعة لكن ما يعرفش الماك ادرس بتاعه طيب زي ما حضرتك كنت لسه شايف من شوية هرجع ليه الاصطاد اللي كانت قابل كده علشان الباكت دي تكمل بنحط حضرتك ديستينيشن ماك سورس ماك سورس اي بي ديستينيشن اي بي وبالتالي لازم جهاز السورس ده يكون عارف الديستينيشن ماك اللي هيبعتله وإلا هيحطه مكانه هنا ايه تمام؟ علشان كده اللي بيحصل اللي بيحصل ان السورس بي سي ده تمام؟ عاوز يعرف الماك ادرس المقابل لهذا الاي بي ومن ثم بيستخدم البروتوكول اللي اسمه عرب علشان يقدر يبعت بروتكاست ميسج اسمها عرب ريكوست والارب ريكوست ميسج دي حضرتك بروتكاست معنى كده ان السويتش ده هيبعت المسج جديا لكل البورت اللي عنده ما عدا البورت اللي ايه اللي جاية منه المسج جديا تمام؟ ومن ثم كل الاجهزة هتستقبل هذه المسج طيب يا ترى من اللي هيرد عليها؟ اللي هيرد عليها فقط هو الجهاز اللي ليه الابي ادرس الموجود في المسج وبالتالي حوست اتنين ده هيعمل دسكارد للمسج حوست واحد هيعمل دسكارد للمسج حوست اربعة هو الوحيد اللي هيرد علي المسج جديا بالايه بالماك ادرس بتاعه ومن هنا بالفعل المسج دي هتروح لحوست واحد تمام؟ وبالتالي حوست واحد قدر يعرف الماك ادرس بتاع حوست اربعة هيبدأ يكون الباكت بتاعته ويبعت يونيكاست مسج لحوست اربعة وبالتالي الايه الباكت هتروح لهوزت اربعة Arb Functions من هنا حضرتك تقدر تعرف ان كل جهاز من الاجهزة الموجودة عندك في الشبكة الخاص بحضرتك بيبقى عنده حاجة اسمها Arb Cache Table جدول فيه ايه بقى حضرتك الجدول ده بيبقى فيه بيبقى مكون كده مثلا من عمودين عمود فيه الاي بي وعمود اخر فيه الماك المقابل للايه للاي بي ده وديا الاجهزة اللي الجهاز ده يعرفها ادي الاي بي وادي الماك لكل الاجهزة الموجودة في النتورك او الموجودة في الشبكة اللي هست واحد ده يعرفها طيب هيعمل ايه لو كان فيه جهاز مثلا يعرف الاي بي بتاعه لكن ما يعرفش الماك هيجي طبعا مشغل الايه مشغل البرتوكول اللي اسمه الارب علشان يقدر يحصل على الماك ادرس المقابل الى هذا الاي بي ادرس او المقابل للاي بي ادرس اللي هو عاوز يتكلم معه طيب هل يا ترى اقدر انا مانوالي اشيل او موجودة في الارب كاش تيبل ده اه طبعا اقدر تمام ده غير ان ترى اما قلت لحضرتك ارب كاش تيبل معنى كده ان الجدول ده بيبقى ليه زمن معين زي ما حضرتك شايف كده من 15 ل 45 ثانية لو مفيش اي حد او الجهاز ده نفسه مستخدمش الريكورد ده انا هشيله من عندي تمام طب او في حالة ان انا احتاجت تاني الاي بي والماك دول عشان هتكلم معهم مفيش مشكلة خالص نعمل الجهاز ده يبدأ يعمل يشغل الارب علشان يحصل على المعلومة دي مرة اخرى وده السبب يا جماعة ان لو حضرتك ويمكن يعني معظمنا اجرب الموضوع ده لما تيجي حضرتك كده تعمل امر بنك مثلا من جهاز اي لجهاز مثلا سي وتلاقي اول باكت في جهاز في البنك دي وقعت بعد كده بقيت الباكت وصلت عادي وجالك ريبلاي طب يا ترى اول باكت وقعت ليه علشان حضرتك كان الارب بيشتغل من خلالها علشان السورس ده يقدر يتعرف على الماك ادرس الخاص بالدستيناشن ومن ثم يقدر يتكلم معاه ويقدر يتواصل معه طيب لو حابب انا اشوف الارب كاشتيبر الموجود على الجهاز اسأل حضرتك عاوز تشوف الارب كاشتيبر الموجود على روتر ولا الموجود على البي سي بتاعك العادي تمام لو حضرتك عاوز تشوف الارب تابل الموجود على الروتر هتعمل كومند اسمه شو اي بي ارب طب لو عاوز اشوف الارب الموجود على جهاز انا الشخصي جهاز الكمبيوتر بتاعي هتدخل على الكمند لاين وتكتب كومند بسيط اسمه ارب داش اي هيجيب لحضرتك الارب كاشتيبر الموجود على الجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بحضرتك ده يا جماعة اول اكتيفتي ان شاء الله هنعمله مع بعض في الحلقة النقاشية الخاصة بهذه المحاضرة تمام هنتعرف على تول من اهم التولز اللي المفروض الناتورك انجينير وحتى الراجل اللي هو بيشتغل في السيكيريتي بالذات اللي هو في السوك هيكون عارفها وبيشتغل عليها تول اسمها الويرشارك تول دي طبعا زي ما اشرنا لها قبل كده في المحاضرة قبل السابقة قلنا الويرشارك ده ده باكت كابشرينج تول دي تول بنستخدمها علشان نكابشر الباكت اللي ماشية في الناتورك ونبدأ نعمل لها اناليسيز تحليل بقى ونعرف كل تفاصيلها وبالتالي هنستخدم بالفعل الاكتيف دي دي علشان نستخدم الويرشارك ان هو يكابشر ونفيو الاثرنت فريم ونقدر بقى ننفيستيجيات الارب ونشوف الاي بي ونشوف الماك نتفرج بقى بالفعل على الكلام اللي احنا عمالين نشرحه ده من خلال شغلنا على طول اسمها الويرشارك طبعا لو حد من حضراتكم قبل كده اتعرض طبعا لأي ناتور كورس يعني بنسبة كبيرة جدا هيكون اشتغل طبعا اكيد على الويرشارك او على الطول اللي هي الـ CLI منها اللي اسمها الTCBDOM يمكن شوية الناس بتحب تشتغل على الجو اي فهتلاقي معظم الناس شغالين على الويرشارك الويرشارك علشان هي يعني بتقدم لك graphical user interface ده ان شاء الله هنعمله خلال الحلقة النقاشية الخاصة به هذه المحاضرة بعد كده بيتكلم على الارب issues تمام فبيتكلم لي على الارب broadcast والارب spoofing لو حضرتك اخدت بالك وانا بشرح الارب قلت لك ايه قلت لك ان انت لو عندك message لو عندك جهاز عاوز يتكلم مع جهاز اخر يتكلم يعني يا جماعة يعني يبعت له يسند ليه packet ويريسيف منه packets ده معده كلمة يتكلم معاه يعني تمام طيب ولو كان البيسي واحد ده مش عارف الماك ادرس بتاع بيسي تو قلنا هيبعت رسالة تابعة للبروتوكول اللي اسمه arb arb request وقلت لحضرتك خلي بالك الارب الارب request دي بتكون بروتكاست message طيب هل يا ترى فيه اي تأثير ليه البروتكاست messages دي على النتورك اه طبعا بتأثر طبعا على النتورك بصورة كبيرة جدا تمام؟ علشان كده كل محضرتك قادر تقلل البروتكاست messages اللي هتتبعت في النتورك يريد تعمل كده بحيث ان البروتكاستنج ده ما يأثر ليش على اداء الشبكة الخاصة بحضرتك طيب arb spoofing يعني spoofing اتفقنا ان spoofing ده معناه الانتحال تمام؟ يعني هنتحل انا شخصية السورس او شخصية المصدر تمام؟ طبعا من security risks اللي ممكن طبعا الاتاكر يستخدمها تمام؟ ممكن للأسف الاتاكر يستخدم الارب في انه لو في حد مثلا مثلا جهاز ايه؟ كان عاوز يعرف الماك ادرس الخاصة بيه الجيتوي تمام؟ ومش عارف الماك بتاع الجيتوي فهيعمل ايه؟ نفس اللي احنا قلناه بقى هيبعت arb request والارب request اتفقنا ان رسالة دي بيكون بروتكاست وبالتالي السورتش بيعمل ايه في البروتكاست حضرتك؟ بيبعتوا لكل البورتس الخاصة بيه ما عدا البورت اللي جات له من عليه الرسالة دي ايه ده؟ معنى كده ان لو الاتاكر ده كان قاعد معايا في الناتورك واصل على السورتش اللي انا موجود عليه الرسالة دي هتوصل له؟ اه طبعا هتوصل ليه تمام؟ طب ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان الاتاكر ده بمجرد ما الرسالة دي هتوصل ليه هيجي هو اللي راضد بالمك ادرس بتاعه على اعتبار ان هو الجاتوي هتقول لي الله تب وده تأثيره ايه؟ هقول لي حضرتك تأثيره كبير جدا ليه؟ لان الاتاكر ده اصبح دلوقتي man in the middle mtm كأنه يعني وضع نفسه ما بين الجهاز ايه وما بين الروتر الجاتوي معنى كده ان اي ميسج هيبعتها جهاز ايه للروتر في الحقيقة الامر اتروح للايه؟ للاتاكر والاتاكر هيبعتها داني للروتر بحيث ان جهاز ايه ميحسش ان فيه اي حاجة حصلت وبالتالي الاتاكر ده اصبح man in the middle من ال spoofing attack اللي هو عمله ده مش كده وبس ده ممكن كمان هو ينتحل بقى شخصية الايه ويبعت للروتر او ينتحل شخصية الجاتوي ويبعت للجهاز ايه؟ ده طبعا اللي احنا بنسميه ARB spoofing او طبعا يقدر يعملو عن طريق ان هو يعمل ARB poisoning او يسمم الARB cache الخاص بالجهاز ايه او الخاص بالروتر بيتكلملي بعد كده على ال DHCP وزي ما حضراتكم عارفين ال DHCP هو احد اشهر البروتوكولز والسيرفر الموجودين عندنا في الناتورك تمام؟ dynamic host configuration protocol ده السيرفر اللي من خلاله بيتم توزيع network configuration تمام؟ يا ترى ال DHCP operation بيشتغل ازاي؟ بيشتغل في الحقيقة عن طريق اربعة messages تمام؟ اسموهم ايه؟ اسموهم DHCP discover DHCP offer DHCP request DHCP acknowledge تمام؟ اللي هما يعني تقدر حضرتك تجمعهم في كلمة دورة بنقول تاني discover offer request acknowledge تمام؟ وبالتالي بمجرد ما يشتغل وحضرتك تكون عامل configuration للنتورك الخاصة به ان هو يحصل على النتورك configuration الخاصة به فمجرد ما يشتغل والمفروض ان هو هيجت الـ configuration دياً فبيجي بعد DHCP discover المسج دي برضو يا جماعة بتكون بروتكاست تمام؟ المسج دياً بتصل للسيرفر السيرفر بيرد عليها بـ offer تمام؟ الـ offer دا بالفعل بمجرد ما يصل لـ client الـ client بيبعث للسيرفر request لو سمحت انا عاوز الـ offer دا وبالتالي السيرفر بيرد عليه بقاك ان اتفضل الـ offer دا وبنسمى بالفعل الـ client حصل يبقى كده بموجب الـ acknowledge اللي بيبعثه السيرفر دا قدر الـ client يحصل على كل الـ configuration اللي هو عاوزها طيب وارد لاي سبب من الاسباب ان الـ request اللي بعته الـ client دا كانت اخر وبالتالي اي جهاز تاني اخد الـ IP من حق السيرفر ان هو يبعث مسج اسمها DHCP in-ack in-ack يعني خلاص الـ offer اللي كنت بعته لك دا ماينفعش تاخده خلاص نبقاش متاح وبنسمى ايه اللي هيحصل الـ DSP client هيعمل ايه هيعيد الكرة مرة اخرى هيرجع تاني ايه بعد DSP discover علشان الـ ايه السيرفر يبعث له new offer علشان ياخد الـ offer الايه الجديد بما ان القديم دا ما بقاش متاح ان هو يوضع الـ DNS طبعا احد برده اشهر الـ protocol الموجودة في الـ network stands for domain name system وده اللي طبعا زي ما حضرتك عارف نستخدمه علشان resolve domain name الى IP addresses زي ما حضرتك شايف الـ client DNS resolver بيبدأ يتشكل اول الـ local DNS تمام كاش الـ DNS اللي هو موجود عنده داخل الـ network لو هو مسلا رايح يـ query site معين والله كان الكاش دا موجود على local DNS خلاص بيرد عليه بـ DNS response طيب لو ما كانش موجود عنده في الـ local بيعمل ايه بيبدأ بقى الشغل الـ DNS بيبدأ الـ request دا يروح لـ secondary level domain servers بيشوف برضو عنده الاجابة ليه الـ request بتاع الـ client ولا لا تمام عنده خلاص هيجاوب ومعنديش خلاص بيبدأ يعمل بقى ايه بقى بيبدأ يبعت الـ query دا ليه الـ top level domains according ليه الـ request بتاع حضرتك هو ايه .com ولا .org ولا .pr ولا .uk ولا .se ولا على حسب طبعا الـ domain اللي انت عاوزه طبعا كل domain من دول بيبقى تحت منه الـ root server الخاص بيه وتعنده طبعا مجموعة من السيرفر على حسب السيرفر اللي انت عاوزه ايه بمجرد من الـ request دا يروح للسيرفر اللي حاك عاوزه فبيتبعت authoritative reply والله لو فيه اي سيرفر كان عارف الـ IP بتاع السيرفر دا تمام ممكن يرد عليه وساعتها بنسميه non-authoritative reply لو السيرفر محتاج data for a zone بـ request transfer للـ data dain وديه بالمناسبة بتتم ايه بتتم based على TCP الـ requests و replies بتبقى UDP زي ما انتم عارفين الـ DNS بيشتغل اصلا على port number 53 طبعا تي سي بي و يو دي بي تي سي بي في مراحل معينة زي زي zone transfer و يو دي بي زي مثلا dns requests و replies الـ wo is protocol واحد من الـ tcp based protocol وفي الحقيقة بيستخدمه او بيستخدمه الـ attacker في مرحلة recon او في مرحلة reconnaissance في الاستكشاف ليه لان من خلال زي ما حضرتك عارف الـ who is database نقدر ببساطة جدا نعمل domain name registration data lookup لاي domain في العالم حضرتك بتدخل تدخل هنا الـ domain وتقوله lookup يجيب لك كل المعلومات الخاصة به هذا الـ domain الـ net او network address translation و ده اللي بنستخدمه علشان نعمل translate للـ private IP للـ public IP زي ما حالكم عارفين الـ private IP دي are non-routable ips لا ينفعش اصلا تخرج على الانترنت طيب يا ترى لو انا عندي بقى داخل الـ network بتاعتي private ips و عاوزة خرج على الانترنت يلزم طبعا جهاز يقوم بعملية الـ net او الـ network address translation ان هو ياخد الـ private ips ديا و يحولها الى public ips علشان تبقى routable وتقدر تخرج على الانترنت الـ net enabled routers يا جماعة ممكن طبعا يبقى عنده مثلا say one or more public ips يقدر يستخدمه علشان يخرج لك كل الـ private ips اللي عندك و خلي بالحضرتك الشبكة لو هي بالمنظر اللي قدامك ده اللي باللون الاصفر ده لو هي ليها مخرج وحيد على الانترنت دي بنسميها stop network تمام يعني الشبكة اللي قدامك ديا از stop network ليه stop network علشان ليه حضرتك مخرج وحيد على الانترنت وبالتالي ادي الـ net enabled router عادة بيكون على الـ edge او على حافة هذه الشبكة تمام طبعا كل الـ ips الداخلية لهذه الشبكة بيكون ايه زي ما حضرتك شايف private ips طيب الـ private ips دي عايز تخرج على الانترنت خلاص بتروح لـ net enabled device وهو بيحولها الى public ips ومن ثم خلاص بتخرج على الايه على الانترنت ازاي الـ net بيشتغل؟ عندي طبعا يا جماعة الـ net table الـ net table ده في الحقيقة بيحتوي على اكتر من نوع من الـ IP الـ inside local والـ inside global والـ outside local والـ outside global الـ inside local ده بيبقى الـ private IP address الخاص بالجهاز بتاع حضرتك الـ inside global ده لما الجهاز ده او لما الـ IP ده يحصل له ناتينج هيتحول لإيه؟ الـ outside local ده الجهاز اللي هو حضرتك رايح تكلمه الـ outside global اللي هو الـ IP address الخاص بهذا الجهاز على الانترنت الاخر حاجة هنتكلم عليها في المحاضرة بتاعتنا نتكلم على الـ email والـ http طبعا الـ email زي ما حضراتكم عارفين هو store and forward method of sending or storing or retrieving الـ electronic message across الناتورك بتاعتك الـ email clients بيكمنيكيت مع الميل سيرفر علشان يسند ويريسيف الميل من خلاله عندي طبعا three protocols يشتغلوا مع الميل اللي هم الـ smtb والـ imap والـ bob three الـ smtb يا جماعة بنستخدمه علشان حضرتك تسند ميل تمام من الـ sender هو للسيرفر او لو فيه two mail servers هيسندوا لبعض بيبقى بيزد على ايه؟ على الـ smtb طيب الـ bob three والـ imap بنستخدمه علشان حضرتك تريتريف الميل بقى علشان ترجع الميل علشان تشوف الايه؟ الميل من على الميل سيرفر يبقى الـ smtb زي ما اتفقنا ده بروتوكول بيشتغل على will known port number 25 وبنستخدمه علشان حضرتك تسند ميل من الـ sender للـ mail server او ما بين mail server الى mail server اخر الـ bob three ده بروتوكول بتستخدمه علشان تريتريف فقى الميل علشان حضرتك تشوف mail من على السيرفر تمام؟ بس خلي بالك مهم جدا انك تكون عارف ان الـ bob three الـ mail messages بيحصل لها download يعني حضرتك بيتم تنزيل الميل الموجودة على السيرفر على الـ client ده معناها ايه؟ ده معناها ان الـ mails دي خلاص اصبحت غير متاحة على السيرفر ده معنى كده ان الـ emails دي لو تشالت من عند الـ recipient ده من عند الـ client ده خلاص اصبح ليس لها وجود زي ما احنا قلنا ان الـ SMTP شغال على port number 25 فالـ bob three شغال على TCP port number 110 الـ imap ده البرتوكول التاني اللي بنستخدمه علشان نريتريف برضو mails من على الميل سيرفر تمام؟ لكن خلي بالك اليوزر بيشوف كوبز من الماسجز دي موجودة على الايه؟ على السيرفر ايه؟ ده معنى كده لو حضرتك حابب في اي وقت ترجع للميلز دي هتلاقيها موجودة على السيرفر الا اذا حضرتك قررت انك تدليت الماسجز اي من على السيرفر تمام؟ فبالتالي خلاص هي بقيتش متاحة على السيرفر لكن لو ما عملت لهاش دليت كل مرة حضرتك تفتح السيرفر تقدر تشوف الماسجز دي زي ما طبعا بيحصل مع معظم الميل سيرفر اللي حضرتكم بتتعاملوا معها هايبر تيكست ترانسفير بروتوكول والهايبر تيكست ماركويل طبعا لما حضرتك تبدأ بقى تكتب URL or Uniform Resource لكي ترفيه البراوزر علشان تدخل على ويب سايت معين يا ترى ايه اللي بيحصل ايه اللي بيتم علشان حضرتك مثلا لما تفتح البراوزر بتاعك وتكتب مثلا www.susco.com.index.html بيزهر بالفعل قدامك الويب سايت اول خطوة عاوز حضرتك تعرفها ان البراوزر بيبدأ يترجم ثلاث اجزاء من URL اللي هم عبارة عن ايه اول حاجة البرتوكول اللي حضرتك بتستخدمه اللي هو هنا ايه اتش تي تي بي تمام وخلي بالك ده نوت سيكير لان هو بيستخدم ايه بيستخدم كلير تيكست ترافك بتكون كلير تيكست ونعمل لاب مهم بخصوص اله تي تي بي واله تي تي بي اس مهم اكتيفتي مهم ان شاء الله نعملها مع بعض خلال الحلقة النقاشية وبالتالي اول جزء حضرتك هتتعرف عليه من او ان البراوزر بيبدأ يترجمه اللي هو البرتوكول اللي حالك بتستخدمه تاني جزء السيرفر نيم اللي حضرتك عاوز تتكلم معاه تالت جزء الفايل اللي حضرتك عاوزه من على السيرفر ده تمام يبقى دي اول حاجة البرتوكول بعد كده السيرفر نيم اللي حضرتك عاوز تروح له بعد كده الفايل اللي حضرتك عاوز او طلبه من على السيرفر ده طيب وبعدين الخطوة التانية بيبدأ الكلينت ينشيئة الهتشي تي بي ريكوست للسيرفر تمام ويبعث له جيت ريكوست يقول له لو سمحت انا عاوز الفايل اللي اسمه index.html الموجود عندك وبالتالي في الريسبونس للريكوست السيرفر بيبدأ يبعث الهتشي تي امي الكود للويب بيج اللي حضرتك طالبها يبعثها طبعا للبراوزر البراوزر بالفعل بيبدأ يعمل دي صيفر الهتشي تي امي الكود تمام ويفورمات البيج للبراوزر ويندوه بالتالي بالفعل الهتشي تي تي بي يو ار ايل تقدر حضرتك من خلاله تحدد الجزء من السيرفر اللي هيهندل الهتشي تي تي بي مثل تمام وبالتالي تعال كده يعني نحلل الهتشي تي بي ار ايل ده اتفقنا ان الهتشي تي تي بي ده عبارة عن البروتوكول او الاسكيم اللي حضرتك هتستخدمه والإجزامبل دوت كوم ده الدومين كولين تمانين تمانين ده البورت اللي حضرتك عاوز استخدمه بصوا بقى سلاش ساوندس ده الباث انت عاوز عاوز حاجة معينة من على ساوندس من على صوتيات تمام؟ دوكومنت اي دي ده رقم الدوكومنت اللي حضرتك عاوزه الفورمات بتاعه ام بي فور وبالتالي واضح ان ده حاجة صوت معنى زيرو زيرو ام زيرو زيرو ساكند يعني كأنك بتقوله شغل الصوت ده وابدأ لي من الاول خالص من عند زيرو زيرو منت وزيرو زيرو ساكند يعني كأنك طالب تسمع صوت معين والملف ده يستارت من البداية الطبعا الهتش تي 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 بي ده عبارة عن ريكوست ورسبونس بروتوكول بيشتغل على تي سي بي بورت نمبر ثمانين طبعا بيتبعت ريكوست من الكلاينت والسيرفر بيرود عليه برسبونس وهدي امثلة على بعض الريكوستس اللي بتتبعت للويب سيرفر زي الجيت والبوست والبوت والديليت والاوبشنز والكونكت دول الستي تي تي بي ستيتس كود طبعا السيتس كود من الحاجات المهمة اللي المفروض السوك اناليست يكون عارفها تمام عندي طبعا فايف ستيتس كود جروب تمام اللي هي عبارة عن واحد واي حاجة اللي هو اكس اكس دي اتنين واي حاجة دي تلاتة واي حاجة دي اربعة واي حاجة دي خمسة واي حاجة دي سيرفر معنى كده ان واحد طبعا اي حاجة يعني اقصد بها اي ارقام يعني مثلا واحد اكس اكس مثلا حاجة زي مية دي اه 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 كنتينيو تمام الكلانت شود كنتينيو وزا ريكوست وبالتالي السيرفر هاس فريفايت ذات ان الريكوست كان بيفول السيرفر يقدر ينفز للكلاينت ريكوست اللي هو طلبه ده وبالتالي كميل كنتينيو اتنين اكس اكس زي مسلا على سبيل مثال ميتين دي اوكي خلاص الريكوست خلاص كومبليتيد ساكسفلي والمفروض اليور اي اللي حضرتك كنت طلبه زهر عندك. ميتين واتنين دي اكسيبتد معناها ان الريكوست هاس بين اكسيبتد فور بروسيسنج بس البروسيسنج از نوت كومبليت. اربعمية وتلاتة تمام دي اين فوربادن داك كلاينت ارور. الريكوست اه 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 از اندرستود بزا سيرفر. السيرفر فهم الطلبة حضرتك بس الريسورسيس والنوت بي فولفل. ليه? وارد ان الريكوستر نوت اثريز غير المصرح ليه ان هو يشوف الكونتينت الموجود على السيرفر دا. عشان كده اجيب لك ايه? اربعمية وتلاتة فوربادن. ممكن يجيب لك ربعمية واربعة احد الكلاينت ارور يقول لك ان الفايل اللي انت عاوزه ده نوت فاوت. تمام? السيرفر مش قادر يلبي طلب حضرتك. ليه? لان الكونتينت اللي انت طالبه ده خلاص باوت اوف ديت او انكوريكت اصلا يو ار ايه. اتش تي تي بي تو ده طبعا روتوكول الغرض منه ان احنا نحسن طبعا البرفورمانس او الاداء الخاص به الاتش تي تي بي. تمام? طبعا اتش تي تي بي اللي هو يعني قصد به فيرجن 1.1. الاتش تي تي بي تو بيستخدم طبعا نفس الهيدر فورمات الخاص به الفيرجن او الاصدار اللي هو 1.1 ونفس الستاس كود لكن طبعا عنده بعض التحسنات اللي بييجي طبعا على رأسها اللي هي المالتي بليكسنج. بدال ما 1.1 ال Allies ده او الاصدار ده عنده اكتر من تمام? بيستخدمها لكل لا في في بيبقى عندك واحدة بس طبعا دي المفروض يبقى تمام? بيستخدم واحدة بس وبالتالي بيحسن لك بلس طبعا السيرور تي بريم بينر شيء وكمان الهيدر كومبريشن وبالتالي ده افتح سينات كتيرة على اله تي تي بي وان بوينت وان. سيكيورنج اله تي 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 بي ده طبعا من خلال اله تي تي بي اس وزي ما حضرتك عارف اه 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 اله تي تي بي اس طبعا الترافيك بكون او مشفرة ما بين السيرفر والكلاينت تمام اله تي بيعتمن طبعا على حاجة زي السيكيور سيكيوريتي تي ال اس قبل طبعا ما الباكت يحصل لها انتقال من خلال الشبكة. معنى كده ان لو في اي حد عمل سنف او حاول يكابشر الترافيك ده مش هيفهم منها اي حاجة لان الترافيك في الحقيقة بتكون مشفرة. اله تي تي بي اس تو ده او اله تي بتي تي بي اس او اله تي تي بي اس او اله تي كمان كل الداة المهمة طبعا المفروض تتنقل uso اله تي تي بي اس وطبعا لو فيه اي تعاملات يا جماعة مالية اي تعاملات مع او داتا مهمة يعني لازم تكون طبعا من خلال اله تي تي بي اس بروتوكول مستحيل طبعا حضرتك تعمل براوز على الانترنت لاي سايت يوزنج اله تي تي بي وإلا كل الداتا الخاصة بحضرتك اللي بيتم يعني تراقلها ما بين الكلينت والسيرفر يقدر طبعا اي حد يكابشر الباكت دي يقدر ينزل الترافيك دي وللأسف يقرأ كل محتوى ده طبعا الاكتيفتي التاني واللي من خلاله بالفعل هنوري لحضرتك برضو باستخدام الوير شارك على الوير شارك تمام الفرق في الترافيك ما بين اله تي تي بي واله تي تي بي اس وحضرتك هتشوف قد ايه الترافيك الخاصة باله تي تي بي دي بتكون كلير تيكست وبالتالي كل حاجة فيها بتكون مقروعة بما فيها حتى الباسوردس لو حضرتك هتستخدم باسوردس والترافيك الخاصة باله تي تي بي اس بتكون طبعا او مشفرة وبالتالي حتى لو قدر حد يسنف او يكابشر الترافيك مش هيقدر طبعا يقرأ منها اي شيء دي كانت اخر حاجة في المحضرة بتاعتنا انا شاكر لحضرتكم لطبعا ان شاء الله حسن الاستماع و باذن الله نشوف حضرتكم في الحلقة النقاشية الخاصة بالمحضرة نبين فيها لو فيه طبعا اي اسئلة او اي استفسارات عند حضرتكم ان شاء الله نجيب عنها بالاضافة اللي احنا ان شاء الله ننفذ جميع الاجزاء العملية ان شاء الله مع بعض مرة تانية شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته